سؤال من الأستاذ معتز محمود ما هو الحكم القانوني للشيكات المكتبية؟ الشيكات المكتبية من عام 99 تم إلغاء تم إلغاء هذه الشيكات واشتغلوا بعد كده بالشيكات البنكية يعني الشيك المكتبي ده خلاص ولكن من حقه أنه هو ده بيبقى برضو إيه التزام دين من حقه يرفع دعوة بس دعوة مدنية مش دعوة تبقى لمادة 3330 اللي هي تم إلغاءها بموجة بالشيكات بدون رصيد لأنه هو تم إصدار قانون بتاريخ 99 رقم 17 اللي هو الشيكات البنكية الشيكات المكتبية تم إلغاءها بموجة بهذا القانون طيب في حالتك أنا معايا شيكات مكتبية خلاص بقى دين مدني مش دين جنائي يعني يقدر اللي معايا أو حامل هذه الشيكات المكتبية يرفع دعاوة مدنية على محرر هذه الشيكات لأنه هو أصبح سنة دين سنة دين بس مدني مش جنائي بس أعتقد أنت هتطول شوية في المحاكم يعني دين المدني والله بصي هو القانون كان مواضح جدا أنه تم إلغاء الشيكات المكتبية ومفيش شيكات مكتبية دلوقتي واحد بقى خد شيك مكتبي دلوقتي من حد أو الشيكات قديمة مالوش حل مالوش حلول غير أنه هو الالتجاء للقضاء المدني بيعمل أمر أداء وأمر أداء بيتحلل قاضي الموضوع وبيتفصل فيه أمين